لم تكن تصريحات وزير الخارجية السعودي السابق الأمير سعودي الفيصل هباء يوم قال إن الولايات المتحدة الأمريكية سلمت العراق لإيران على طبق من ذهب بل إن علي يونسي مستشار الرئيس الإيراني حسن روحاني كان قد قال إن إيران اليوم أصبحت إمبراطورية كما كانت وعاصمتها بغداد حاليا وهي اليوم ومنذ الغزو عام 2003 تترجم ذلك على أرض الواقع فمن التدخل العسكري في البلاد وإنشاء ميليشيات طائفية أصبح لها غطاء رسمي إلى التدخل في سياسة الدولة والتغلغل في مفاصل الحكومات فيها واليوم ومع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في العراق لم يخلو المشهد من أصابع إيران فيه الولايات المتحدة أنفقت مليارات الدولارات على حكومات في العراق صنعتها على عينها وهي اليوم تشكو نفوذ طهران في مفاصل تلك الحكومات التي تعمل كالعميل المزدوج تتلقى الدعم ممن احتلها سابقا وتنفذ أوامر من يريد أن يحتلها حديثا وزير الدفاع الأمريكي جيماتيس اتهم إيران بالتدخل في الانتخابات البرلمانية التي ستجري في أيار القادم والتي يسعى حيدر لعبادي من خلالها بحسب الوزير الأمريكي إلى الفوز بولاية جديدة لكنه لم يذكر تفاصيل عن من تسعى إيران للتأثير عليهم لكنه قال إنها تقوم بذلك من خلال ضخ الأموال في الساحة السياسية العراقية بهدف تأثير على المرشحين والتأثير على الأصوات فحلبة المنافسة في الانتخابات المقبلة تقوم على جبهتين قويتين حيدر لعبادي من جهة ونور المالكي وزعيم ميليشيا بدرهاد العامري في الجهة الثانية وكلاهما من أوثق حلفاء إيران في العراق جيماتيس رفض الإفصاح عما إذا كان يعتقد أن الجهود الإيرانية نجحت لكن ما سيؤكد ذلك وينفيه نتائج الانتخابات بعد شهرين والتي لا يتوقع أن تأتي بجديد إذ المتصارعون على السلطة بالنسبة للعراق والعراقيين اليوم سواء